بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث لرحمة المهدى يا سادة احنا عن الكلمة النهاردة عن جليس الجليس ده شويتين تلاتة جليس واضح انه هو قاعد يزعجنا طول الوقت عامل كده كبس على نفسنا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير او ده بقى بالذات في اكتر الاحيين عامل زي نافخ الكير صاحب الكير فتلاقي اوقات كتيرة بيحرق عدومنا وبيحرق بيوتنا واوقات كتيرة نشم ريحة في الجليس ده ريحة مش حلوة انت بتكلم عن حد يعني لا تطهر احنا بتكلم عن حالة كده بتحصل لنا لما حصل ودخلت السوشيال ميديا في حياتنا كتير من الناس استبشروا كتير من الناس قالوا الحمد لله عن قرب من بعض بس ما كانوش فاكرين ان اللي هيحصل هيكون صعبة او او حصلت ظاهرة كده مع السوشيال ميديا ان بقى فيه حاجة اسمها هوجة فالهوجة دي تعمل حاجة اسمها الترند اه بتحصل هوجة كده فيبقى فيه ترند واصبح الترند عندي ناس كتيرة هدف وغاية عارف زي ايه زي ما كان الناس هناك زمان يحاولوا يعملوا حاجات كده عشان يتشهروا فيعملوا ضجيج فزي ما كان عندنا زمان انا اسف انا بقولكم اللي الناس بتشعر بيه انا عشان بشتغل بالافتاء انا لازم اقول اللي بيحصل في شعور الناس انا بقول الحالة اللي الناس بيتصوروها بعد ما فرحوا وسعدوا ان الترند دهات ممكن ينشر خير في الناس فجأة بقى الترند في اكتر الاوقات وفي اوقات كتيرة بيقوم بنفس الدور اللي كانت بتقوم بيه الصحافة الصفرة فيما سبق عندما كانت الصحافة مازالت تمارس دورها الكبير فللأسف اي حد ممكن ينجرف تحت عجلة الترند وما ياخدش باله ما ياخدش باله من الوصايا المهمة اللي جات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة علشان تحمينا وتحذرنا اننا نقوم مع الترند عارف نقوم مع الترند يعني ايه؟ عشان ما نقعش في الوحلة وعشان قلوبنا طبها ما يتحرقش وعشان ما نتوجعش وعشان ما نتلوث الترند يا سيدة فيه ناس كتيرة فيه بقى عندنا مصطلح شوية انا لازم اتكلم عن الواقع بقى عندنا مصطلح ان فلان بيركب الترند بيركب الترند يعني ايه؟ بيمشي من غير ما يتثبت وسرعة الترند وانتشاره رجع من حاجة مهمة جدا جدا عدم التثبت مش القيمة اللي موجودة في الترند والدليل على ذلك ان احنا لما نيجي نعمل دراسات وانا بتكلم دلوقتي عن الانطباع مش بتكلم دلوقتي عن دراسة انا دايما بقول كده ان المشتغل بالشريعة والمشتغل بالدين اذا ما كانتش بيمارس البحث الاجتماعي هو مش جدير ان هو يكون في هذا المكان فانا بدراستي وبحسي عملت نسبة كده ودراسة كده فيما يتعلق بالترندات وكم الترندات الايجابية اللي حصلت في حياتنا وكم الترندات غير الايجابية في حياتنا رجعت نسبة الترندات غير الايجابية ممكن توصل من بين 75% لـ 80% و20% الترندات ممكن تكون ايجابية طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي بيخلي الترندات غير الايجابية تنتشر بكل هذا الانتشار حاجة مهمة جدا عدم التوسق اللي هو ايه فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم اني الاناة من الله والعجلة من الشيطان الترند بيعمل كده الترند بيمشي على العجلة فيحصل ندم ولذلك تعالوا نرجع لقوله تعالى واحنا بنسمعه الله سبحانه تعالى يقول يا ايوه الذين امنوا ان جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بس هيين فعبئين ندم بعد ما يكون واحد فاكرين زمان لما كان واحد نفضل نقول عليه ونفضل نقول عليه ونتكلم في سمعته وبعدين يجي له براءة فيطلع براءة فما حدش يسمع ان هو جات له براءة يا ما حصل كده عارفين ليه ربنا سبحانه تعالى قال تصبحوا نادمين ها مش بس علشان ممكن نكون ظلمنا حد او لم نتحقق من خبر وانما عشان كمان ممكن والعياذ بالله يكون سبب في البعد عن رحمة ربنا سبحانه تعالى ربنا زكر في القرآن الكريم ان احد الامور امور اللي بتسبب دخول بعض الناس الجنة ان هما وكنا نخوضوا مع الخائضين اه يعني كنا بنتكلم مع الناس بنتكلم مع الناس وخلاص من غير ما نتثبت ما هو ده معنى ان احنا بنخوض مع الخائضين ونخوض معهم بلا تثبت ولا دراية علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحذرنا ويقول لنا ويحاول يحمينا من ان نخوض مع الخائضين فيوصينا صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعه يقول انا مع الناس انا مع الترند انا مع الناس انا مع الناس ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت شوف احضرة النبي بيقول لنا ايه شوف الحكمة ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تظلموا يا جماعة الانسان مكرم وحضرة النبي في حاجة الوداع عمل مثاق لنا في التعامل مع بعض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالانسان مكرم وجزء من حفظ كرمته ان احنا وبنتعامل معاه ينتقي الشخص نفسه اللي بيعرض عليه وينتقي كمان اللي بيعرضه على الناس فيختار اللي بيشوفه اللي بينشره ليه ان السمعة والبصرة والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة فانت مسؤول عن كل ده مسؤولة اللي بيدخل سمعك وبصرك وقلبك وعشان كده كان من من فضل الله على بعض الناس كان يقوله كده مشايخنا يقوله لما واحد مثلا يعدي على حاجة غلط او حاجة حرام فما يشوفهاش فيقوله سبحان الله ده من علامة الولايه ان ربنا سبحانه وتعالى جنبك ان تقع حواسك على الحرام فيبقى ان الواحد حواسه وتقعش على الحرام دي نعمة من نعم ربنا وعشان كده كل حاجة ليها صدى بيرجع لينا زي ما بيأكل الانسان اكل صحي فبيحس بالصحة والعافية ولما بنعتاد ان احنا ناكل اكل غير صحي فتحس بالخمول ولت العافية كذلك لما تتعود على الخوض عقلك بيتملي وقلبك بيتملي بالظلمة اوى الله العظيم تحس كده ان في يعبر الناس يقول فيه غتلمة وتلاقي الانسان حصل له افراغ من الانسانين حصل له فراغ كده انساني تحس جده انت بتعامل مع الناس اللي بيجروا للترند انه هو بقى مهزوز بقى انسان مش مستقر بقى مش قادر ياخد قرار انسانيته وتمسكه بالقيم قل فتحس انه بيضيع ويمكن حضركم شفته ترندات كتيرة مش عايز انا اقولها كلها كدب وما لهاش دعوه بالحقيقة والناس فهمت بعد كده ان الترند ده ده ترند وخلاص وفتكروا كده اي ترند من الترندات اللي حصلت كده عطيها راحت واحنا كنا منتصورين ان الناس دخلت في الترند ده عشان دي قضية مهم ولا طلعت قضية مهم ولا حاجة ده خبر كاذب وانتشر وانتهت القضية او ناس بتكلم في اعراض بعض وانتهت القضية او ناس حبت تعمل ضجيج وتعمل مسألة من لا مسألة بما في ذلك الكلام في اعراض علماء اموات وقدموا خير للناس وبركة للناس لكن يلا عشان الترند الترند نتكلم في اعراض الاموات ونتكلم كمان في هدم رموز عادي معو ترند بقى علشان كده في عبادة مهمة جدا لازم نتعلمها وقت الترند او وقت ما كل الناس بيتكلموا على السوشيال ميديا من غير تثبت من حقيقة الامور العبادة دي هي عبادة الصمت اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمهنة عشان ما نقعش في فخ الترند لما قال لنا صلى الله عليه وسلم عشان يحفظنا من الباطل فقال لنا ايه اللي حاصل فليقل خيرا او ليصمت او قال من صمت نجا وكان من ابرع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيطبقوا الصمت ده سيدنا ابو بكر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فماذا فليقل خيرا او ليصمت وسيدنا ابو بكر كان عبقاري في ده وسيدنا ابو بكر على فكرة اقرب الناس اللي رسول الله فكان ممكن يتكلم كتير على فكرة بس اختار الصمت الصمت ليه لانكم اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاعلموا انه يلقن الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا يبقى ايه اللي حاصل يبقى فيه ناس كتيرا ايه اللي حاصل تجدهم يتكلموا كلام قليل بس لما يتكلموا الناس كلها تستفيد فيه ناس بقى ما بتعرفش تصمت مش بتقدر والله يا جماعة بحس انه هم مدمن ادمن ادمن خلاص مش قادر يسكت مش قادر يمسك الليسانه مش عارف يوقف الشير ومش قادر يجبت الكومنتاية اللي دخلة في قلبه وشدة من قلبه انه هو وايده بتاكله ايده مش قادر يمسك ايده دول عايز اوصيهم امسك عليك لسانك لان حضرت النبي صلى الله عليه امسك عليك لسانك مش لازم لسانك بس امسك الشير وامسك كمان التعليقات اللي ملهاش لازمة لاني عشان الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قونه الا لدي رقيب عتيد وحضرت النبي قال لي مين فاكرين حديث المسلسل بالمحبة اني لا احبك يا معاذ فلا تدع في دبر كل صلاة ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال بقى حضرت النبي لسيدنا معاذ قال له ايه وهل يكب الناس قال اوانا لم اخذونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نقول حضرت النبي صلى الله عليه قال له حضرت النبي فرد عليه قال له سكلتك امك يا معاذ يا نهر بيض حبيبك يا رسول الله والمسألة جلل المسألة خطيرة فلازم التعبير يبقى كده لان المسألة مسألة مسألة تتعلق بالامن المجتمعي اوالله انتو عارفين انا بتكلم ديه عن الترند والله مش بتكلم عن الترند عشان هو الترند لكن بتكلم عن الترند عشان الامن المجتمعي انا الان انا حاسس ان احنا بنفرغ من الداخل وحاسس ان احنا بنبقى في خطر وحاسس ان فيه ناس كتيرة بتسقط اول ما يعلى الترند فالناس تروح معاه فتقع وهو ده اللي قاله حضرت النبي وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد وقلسنتهم وبيكبوا في النار كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولك أن الكب في النار ممكن يكون في الدنيا قبل الأخرة وعشان كده خلينا نكون في حياتنا بنعيش بالنور نختار المحتوى اللي بيزدنا فهم ونور ووعي احنا محتاجين وعي عارف أنت إيه فرض العين دلوقتي على المجتمع كله؟ الوعي تعالوا نشارك في حكمة ونشارك بحكمة ونعيش نطلب الاستنارة مش نعيش بالإثارة لأن احنا لو عشنا بالإثارة حياتنا عضيها تعالوا أقول لكم شوية حاجات كده شوية إجراءات ممكن تخلينا أكتر مشاركة في تأمين المجتمع تعالوا أول إجراء أنا شايفه إجراء مهمة جدا لازم نعمله خلي عندك معايير الانتقاء اللي بتشوفه واللي بتنشره ومن أكتر المعايير اللي ممكن تحافظ على كرمتك كإنسان وعلى قيم هي قيم الرحمة والخير والجمال أن أنت لما تجي تختار محتوى اختار المحتوى اللي فيه رحمة وخير وكمال أو فيه شيء من الرحمة والخير والجمال فيه إجراء تاني مهم لازم تخلي بالك منه إيه هو أني مش كل حاجة بتقراها ولا بتسمعها لازم يكون عندك موقف منها لا أنت ممكن تسمع الحاجة وتخمر وتتثبت يعني إيه إيه اللي بيخلي الناس تقع تحت هاجرة التريند اللي بتسمع فتنقل لا يا سيدي واحدة واحدة ولذلك لازم أنت تكون عندك إحساس بأن أنت مش يجب لا يجب عليك أن أنت تاخد موقف من كل حاجة وما يجبش أن أنت تكون مشارك في كل حاجة إيه ده معقولة؟ أو الله ليه؟ لأن في قاعدة مهمة جداً لازم تعيش بيها من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أقولك حاجة بيني وبينك أنا أنا عمر الورداني بكلمك عن نفسي أنا لقيت حاجة غريبة لما طبقت الكلام حضرت النبي على التريندات لقيت نسبة 90% من التريندات لا تعنيني لا تعنيني خنائمة بين ناس على أشياء أيدولوجية واحد قاعد يتخانق على تعالوا يا جماعة نتخانق على مين الصواب في مسألة كذا 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 وأنا عندي قناعة مبنية على أدل فأنا عايش إيه بتجررني في الخناءة دي ليه؟ يعني أنت عشان تكبر تهزي عقبتي وتعزي ديني؟ لا يا سيد أنا مش عايز أشترك في ده أو تعالوا نتخانق على حد مش هنقدر نحسبه لأنه انت أوفى الله يرحمه ولأنه خدم ناس كتير أو هدى ناس كتير أشترك أنا ليه؟ أو تعالوا يا جماعة نتكلم والله في حاجات تتعلق بعلاقات مش مناسبة ما بين الناس أو أخبار عن ناس ما لي أنا فضايح وأنا مالي كل ده على فكرة لا يعنيني أنت بتعمل ده كله ليه؟ يعني لو سألتك إيه العائد من كل الترندات اللي أنت بتتكلم فيها دي ولو واحد يجيب أشياء خلافية ويثيرها ويقولك أنه ده تخدمة للدين والله أنت ببتخدم الدين أنت بتعمل كده ليه؟ بتعمل الكلام ده عشان تهيج الناس على بعض فالناس تيجي ترد عليك وإنت تدخل ترد عليهم فإيه بترين دي التسع أو تجيب حاجات من الغرائب أنا عايز أقولكم حاجة توقفوا عن متابعة الغرائب كان الأئمة وعلى رأسهم سيدنا الحسن البصري وغيرهم من الأئمة كانوا يقولوا إيه؟ كان إذا جلس الرجل نكرى أن يخرج أحاسن حديثه يعني إيه؟ نكره أنه يعرض الغرائب بتاعته فما تمشوش ولا غرائب الغرائب ما بتبنيش شخصية الغرائب لا تبني شخصية اللي بيبني شخصية الأشياء المليئة بالرحمة والخير والجمال الأشياء المليئة بالحكم فيه ناس بتنجرف تحت عجلة الترند وبتكون مجرد تفريغ الضغوط وما تحاولش تفريغ الضغوط عن طريق الفراغ فرغ الضغوط بأنك تعمل شيء أنت بتحبه شيء إيجابي شيء يبني وده المسألة الثالثة الإجراء الثالثة اللي أنت لا تسمع الترند إلا إذا كان بيساعدك على بناء شخصيتك وعشان كده ما تفرغوش نفسكم من إنسانيتكم لما بتشغلوا نفسكم بتوافه الأمور والله التوافه دي بتعمل إيه؟ بتهدك الحياة أنا أقول لكم حاجة واحد قعد يبص في الترند ترند ترند وقعد في الحمام فقعد في الحمام ساعتين قبل ما ينام يقولك أحلى عشر دقائق تشوف الترندات فيها الثلاث ساعات اللي قبل النوم فبدل ما كان بينام الساعة حداشر ولا بينام الساعة عشرة بقى بينام الساعة ثلاثة فبتضيع منه صراط الفجر وبتضيع منه حياته ويقوم كسلان خبيس النفس اشغلوا نفسكم بالقيم وبالمهارات وبخدمة الناس واسمعوا أحبابكم كلام يطيب خاطرهم ومرسوا هواياتكم الهوايات هتموت تحت الترندات طلعوا منتجات جديدة تزود حياتكم نور وبركة وخير ساعتها حياتكم هتبقى مليانة سعادة وبهجة بحق وحقيق يا سادة احنا محتاجين نمشوا على الإجراءات دي وأنا بقولك صدقني الترندات تسعين في المية منها احنا مش في حاجة إليه احنا في حاجة إلى حاجة تانية محتاجين أجينا إلى بناء الشخصية وعلى فكرة هتلاقي حيات كتيرة جدا جدا ما كانتش ترندات بس مليانة عاون ومساعدة وفاتحة أجباب جديدة لفهم النفس والإحسان والإحسان لأننا من الناس اللي بتنتمنى أنه أمره ما السوشيو الميديا كلها كانت أزل الناس لا في حاجات نافعة ومفيدة فماذا عليك بأن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقولك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأنت يعنيك أن تتقدم يعنيك أن تسعد يهنيك أن تقترب من الله سبحانه وتعالى في كل نفس من أنفاسك فيا رب اجعلنا دوما نحرص على ما ينفعنا ونبتعد عن كل شيء يؤذينا ويستهلك حياتنا ويوجعنا ويصيبنا بالاضطراب ويصيبنا بالقلق وخاصة في تجارة رائجة في الأيام دي يا تجارة الألأ يا رب احفظنا من كل ما يبعدنا عنك وينزر غشاوة من السواد أو من القلق أو من الواجع على قلوبنا اجعلنا يا رب في حماك على الدوام ويلهمنا ورشدنا والحكمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل هل نلتقي بحضراتكم ونلتقي بأسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها زي الوقت اللي احنا بنجاوب عليها في دلوقتي أول سؤال وصلنا سؤال من سؤال بيقول هل يجوز الصلاة بسورتين بس هم هم اليوم كله؟ يعني هو قصد أنه هو يصلي مع سورة الفتحة بسورة تانية ويستمر عليها اليوم كله فيبقى طول اليوم بيصلي بنفس السورتين اللي هي سورة الفتحة والسورة تانية نعم هذا جائز وورد في الصحيح أن الصحابة شكل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام الذي يصلي بيهم دائما يصلي بيهم بسورة الإخلاص فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يسألوه وليه بيصر على أنه يصلي بسورة الإخلاص اللي هي قوله والله وأحد فقال صفة الرحمن يعني هو بيصلي وبيقول أنه هو بيستمر في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة ثانية من ركعات الصلاة ليه بيصلي مع سورة الفتحة بسورة الإخلاص دائما باعتبار السورة التي تقرأ مع سورة الفتحة قال لأنها صفة الرحمن فحضرت النبي قال لهم قلوله أخبروه بأن الله يحبه لأنه أحب صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى لبأ إذن هل يجوز صلاة بسورتين بس هم هم طول اليوم آه يجوز أن الواحد يصلي صلاة بسورتين طول اليوم وصلاة تكون صحيحة بس لازم تكون السورة الأولى هي سورة الفتحة يبقى يقرأ مع سورة الفتحة سورة واستمر عليها طول اليوم آه يجوز وصلاة تكون صحيحة وليس فيها أي معنى من معاني البطلان بالعكس ده ممكن يكون لو هو زي الصحابي اللي كان ده ده يكون باب من أبواب محبة الله سبحانه وتعالى السؤال التاني بيقول السلام عليكم ممكن حضرتك توضح لنا كيفية حساب الزكاة زكاة الزهب في الوقت الحالي حيث أن الأسعار متغيرة على مدار اليوم الواحد إحنا أصلا عندنا شوية قواعد بتتعلق بزكاة الأثمان لأن زكاة الزهب تتعلق بزكاة الأثمان إيه هي الضوابط وإيه هي المعايير اللي تتعلق بزكاة الأثمان أول حاجة أني لازم نصاب لازم يصل الزكاة المال المزكة عنه يصل إلى النصاب والنصاب عندنا 85 جرام ده طيب والحاجة التانية أني لما يصل إلى النصاب لما يصل إلى 85 جرام ده إيه اللي يحصل يحول عليه حول حول يعني إيه هذا تعبير عن السنة ولكن السنة هنا هي السنة القمرية هي السنة إيه القمرية التي هي فيها الشعور التي تلقى بالشعور العربية يبقى عندنا شرطين الشرط الأولاني أن هي تبلغ النصاب الشرط التاني أن يحول عليها الحول يعني إيه يحول عليها الحول؟ يحول عليها الحول وهي واصلة إلى النصاب يتزيد A تقل يبقى لا الفلوس دي ما بلغتش النصاب لازم لما تبلغ النصاب تفضل بالغة للنصاب على مدار السنة طيب إيه اللي حاصل؟ يبقى إذا حصل ده إذا مرت سنة قمرية يبقى وجب إخراج الزكاة على هذا المال طيب ونخرج قد إيه؟ هنخرج 2.5% على هذا المال طيب إمتى لما يبلغ النصاب ويحول عليها الحول؟ يعني في آخر يوم من السنة القمرية اللي هي ممكن تبتدي بأي وقت في السنة القمرية مش لازم تبدأ في رمضان مش لازم تبدأ في شعبان لكن اليوم اللي بلغ فيه النصاب ده بيتحسب أول يوم وبعد كده نعد سنة قمرية وساعتها هيبقى بلغت النصاب بلغ النصاب وحال عليها الحول وساعتها نطلع 2.5% من قيمة هذا المال هيبقى خلاص دولة طابطين الأساسيين ودولة اللي هنقدر نخرج الزكاة عليهم السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشر صباحا هو طبعا كاتب مكتوب في السؤال إيه؟ زوجي صاحب لكن يا زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشر صباحا إلى 12 بالليل لا يصلي إلا يوم الجمعة لا حاول ولا قوة إلا بالله وينزل أثناء الخطبة مش عارف أتكلم معاه أبدا لا بشدة ولا بلين وهو طيب وبيخاف جدا من الحرام خايفة يموت وهو كده بعد الشهر إن شاء الله ربنا يا سبحانه وتعالى يكتب له الخير والله يا شيخ واجع قلبي ومؤثر على الأولاد قول لي أعمل إيه معاه؟ مسألة سهلة إيه المسألة السهلة؟ أنت بتقولي حاجة مهمة جدا 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 بتقولي إيه؟ بتقولي إن الرجل بيخاف من الحرام بيخاف إن هو الحرام ده يأثر على حياته ويأثر على بركة فرز ويأثر على كذا ده كمان المعصية بتعمل نفس الحكاية ده كمان أصلا عدم الصلاة ده وكأنه بيهد العمود اللي بينه وبين ربنا لأن الصلاة عمود الدين فلذلك لازم نقوله كده أنت صحيح بتحب ربنا وبتخاف من الحرام لأنه بيبعدك عن الله سبحانه وتعالى مش بتخاف من الحرام لأن الحرام ده شيء آآ مش إيجابي ولا شيء لأنه هو شيء يزعجك أنت بتخاف من الحرام ده لأن الحرام ده بيقطع الصلاة اللي بينك وبين الله طب هتعمل إيه إذا كان الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيهد لك أن الصلاة صلة بين العبد ورب فكأنك بتقطع اللي بينك وبين الله بتقطع المعنى اللي يخليك عايش في مدد الله عايش في لطف الله عايش في كرم الله فأنت لو قطعت اللي بينك وبين ربنا إزاي تنتظر البركة بالعكس ده من أهم أسباب محق البركة في الأرزاق هو ترك الصلاة فلذلك لازم هو يعرف أنه إذا كان قاصد وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالرزق الحلال وأن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه وأن الله سبحانه وتعالى يقبله وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه عطاء ليس بعده منع إبه لازم يقبل على الصلاة وهو هو بيصلي الجمعة فنبتدي معاه ونقوله إيه أنت بتقوله لي أنا مش عارف فتعملي معاه ما يلي تقوله له صلي على كل حال صلي في المحل صلي على باب المحل صلي في البيت صلي في الغيط صلي على أي حال ونفسك ما تقولكش أن اللي بيصلي ده لازم يبقى راجل تقي وورع وأنه لو ما قلبه مش نقي وقلبه مش موصول وأن الصلاة دي لو ما خلتهوش يحس بأنه هو في رمضان وفي التجليات وفي النفحات ما يصليش لا صلي صلي لو قلبك قولي له صلي حتى لو قلبك مش حاضر صلي حتى لو أنك أنت حاسس بأن صلاتك دي مش مأثرة فيك وفي أخلاقك صلي لأنه هو السؤال السؤال مهم جدا جدا هو إحنا اللي بنصنع هدايتنا لا إنك لا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء فلازم نعرف إن احنا بنروح نصلي وكأننا بنقول لله سبحانه وتعالى نحن نحبك فنسألك أن تديم تجلي محبتك علينا اللي هو اسمه الهداية والهداية معناه أن الله سبحانه وتعالى أخذك إليه ودلك عليه لأنه يحبك هو ده معنى الهداية معنى الهداية أن الله سبحانه وتعالى اختارك واستفاك أن أنت تذهب إليه فأنت تقول له لو أنت بتحب ربنا وبتخاف من أنك أنت تفقد البركة وتفقد الوصل بينه صلي صلي لأن الصلاة دي مفتاح باب الجنة صلي لأن الصلاة دي هي التي تدخلك على الله سبحانه وتعالى برضاه فلازم تعمل كده فإذا عملت كده إن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك كلميه كتير على أنه ممكن الصلاة دي يبقى كل الصلاة لها معنى وكل صلاة لها إقبال على الله وكل الصلاة تكون مفتاح من مفاتيح الحياة صلاة للفرج وصلاة للإقبال وصلاة للمحبة وصلاة للمغفرة وصلاة لتخفيف الهموم لو عمل كده أظن قلبه هنشرح وهيبقى هو محتاج للصلاة وإن شاء الله ربنا يبارك له أنا قلتلك ممكن تقول له إيه ويا ريت تخليه يشوف اللي احنا قلناه ده عشان هو دوت معنى إن الصلاة صلة من بين العبد وربي هو محتاج هذه الصلة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حاجة لابد إن احنا نتعامل معها برشد ونتعامل معها بحكمة حاجة لو سبناها في مجتمعنا من غير ترشيد ومن غير تعامل معها المجتمع دوت ممكن يهتز ويضطرب خلي بالكم إن في ناس كتيرة ما يهمهاش أي حاجة غير مصلحتها وما يهمهاش القيم اللي موجودة في المجتمع لكن احنا لازم نكون مهتمين بدا لازم نكون مسكينة على عقلنا ومهتمين كمان بوجداننا ومهتمين بقيامنا لازم نفرز كل اللي بتعرض على عقلنا وقلوبنا لإن قلوبنا وعقلنا دي مسؤولية السم والبصر والفؤاد كلها مسؤوليات لازم نحترمهم عشان إذا احترمنا عقلنا وإذا احترمنا قلوبنا يبقى احنا بنفتح باب الاحترام وباب الكرامة اللي ربنا سبحانه تعالى من علينا بيها الكرامة دي أمانة عندنا ومن حسن الكرامة ان احنا لا نسمح لأي حد يعبس لا بعقلنا ولا بقلوبنا يا رب ألهمنا الحكمة وعلمنا السبات وخلينا دايما يا رب بمددك نستطيع ان احنا نصل للصواب والخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اكرمنا بالحكمة على الدوام في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة